الخبر الأول اللي عدنا عن نيرمين مارو وآخيرا فتحت حساب بالإنستغرام طبعا حسابها وصل 60 ألف فإن شاء الله ألف مبروك على افتتاح الحساب وطبع رحطوكم يا رابط بالوصف رحو كلكم وصلوها 100 ألف وطبعا يعرف نيرمين أنه بالسابق هي كانت ترفض أن تفتح حساب بالإنستغرام ولكن حاليا فتحت حساب بالإنستغرام بالوصف الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر فأول يوتيوبر اللي عدنا هو أنسو بيسان اسماعيل فبيسان نزلت على حسابها بالإنستغرام هذي الستوري اللي كانت تقول بي أنه رح تنزل مقطع اليوم وأنه هذا المقطع كلش مهم لازم نسمعه ونشوفه للأخير وأنه رح يكون أهم مقطع بقناة بيسان اسماعيل رحطوكم هذي الستوري شوفه حبايبي بكرة 19.01 في فيديو كتير كتير مهم رح ينزل على قناتي بدي من الكلي يفعل هذو الجرس لأنه فيديو عن جدي كتير مهم وفيه كلام لازم الكل يسمعه سو استنوا فيديو بكرة فعلوا الزرس رح ينزل الفيديو على قناتي بيسان أهم فيديو ولازم تسمعوا الكلام لازم الكل يحضروا وتسمعوا الكلام للآخر انتظرو إن شاء الله بكرة أما اليوتيوبر الثاني اللي عدنا فهو نور مارف نور نزع على سبب لانستغرام شوية ستوريات اللي كان يطلب بها من المتابعين اللي يشتركون بقناة التليجرام وإنه رح يتفعل بها 24 ساعة ورح يكون بها أشياء نارية ومفاجأة خرافية طب رحطوكم بالوصف على قناة التليجرام رحوا كلكم اشتركوا عنده رحطوكم هذا الستوري شوفوا على ما تفتهمون أكثر آخر مرة منشو قناة التليجرام كلكم رفعوا الشاشرة فوق روحوا كلكم دخلوا على القناة التليجرام هاي الأساسية والحصولية والرسمية كلكم نضيفوها لأنه نعمل فيها فعاليات وشغلات كتير وحنكون متواجدين هناك 24 ساعة فعال الشاشة فوق روحوا لكون ضيفوها بس للناس اللي عندهم هدا التطبيق التليجرام كلكم ندخلوا عليها وتابعوها وهنيك رح نصنننشرة شغلات نقول لكم أخبار وأنا سعيكم تفعالياتي بالليل طبعا ما رح يكون أنا المستلمة الخبر الثالث اللي عندنا عن نورستار وردها لبعض الإشاعات اللي طلع عليها نورستار نزلت على حسابها بالإنستغرام شوية ستوريات وطلوب بيها من المتابعين إنه يكتبوا لها إشاعات أو أشياء حقيقية سمعوها عنها وإنه هي حترد عليهم فهو الواحد بعثلها كان يقول لها هل أنت عراقية هذا الشي صحيح أو لا فردت عليه نورستار يب هذا الشي صحيح وإنه هي عراقية أما بالنسبة للشي الثاني يسألوها هل أنت مساوي عملية تكبير شفايف فردت عليهم نورستار غلط أكبر إشاعة أما بالنسبة للشي ثال هو هل أنت متزوجة فردت عليهم نورستار أنا مصدومة من الإشاعات اللي أقرحها غلط بعد بكير الخبر الرابع اللي عدنا عن المتابعين وكشفهم الحقيقة خولة طبعا هو البداية اللي ما يعرف أنه خولة أساسا عدها قناة باليوتيوب وقناتها تقريبا بها 2 مليون مشترك وطبعا خولة هي تكون مرتل بدر وطبعا خولة هي خافية اسم أنس وأصالة من التعليقات اللي عدها وهذه يكونوا خافين اسم أنس وأصالة من القناتين الأساسية وقناة خولة أما بالنسبة لي سأل عن الدليل لو ندخل على آخر مقطع نزلو ونزل بيها التعليقات وروح نكتب أنس وأصالة بعدها نروح على كلمة الأحدث أولا عم وندحف التعليق وتعليق الأشخاص على القوة وراية بعد ما نحفظهم زين رو نغير الحساب عم ونشوف هل التعليق ظاهر للناس أو لا بعد ما غيرنا الحساب ونزل بيها التعليقات وروح على كلمة الأحدث أولا راح نشوف أنه التعليق مظهر وإنما تعليق هذول الأشخاص الثانيين ظاهر فكتبوني يا حبايب لكم التالي شركوا بهذا الخبر وشركوا بحركة لغاهم الاسم أنس وأصالة من القناتين وهذا الشي يعني أنه يوجد بيناتهم مشكلة وخاصة أنه بعد ما حتفوا المقاطع التي تجمعهم بأنس وأصالة لغاهم لأساميهم الخبر الخامسي اللي عدنا أنتهجم متابعين نورمار ومحمد جواني وأم سيف على سامر وحود بن سوريا اللي هو اللي مرة الرابعة فلما يعرف أنه بن سوريا طلع بث مباشر وصار سب نورمار وشبهها بالضفداء سبي محمد جواني وأم سيف ويتهمهم أنه هم منصابين وينكرون على متابعهم يعني فمن سوريا نزال هذا المقطع على قناته ولو ندخل على المقطع وننزل بها التعليقات راح شوفوني كل التعليقات من قلبات بالإنجليزي ومكتب عليه الجيش جواني جيش نورمار طبعا يريدون يجمدون المشاهدات على المقطع وبنفس الوقت يجبرونه بالسوريا أنه يطلع يعتذر فكتبوني يا حبايب لكم التاشتركوا بهذا الخبر هو هو يستخذ التهجم اللي يتعرض لأولا وإسأل الله أنه وصل لنهاية المقطعات من المقطع أجابكم لسا تحطون لايك شكرا بقناة شكرا بقناة شكرا بكم في زي ما خلف من مكتب القصص وبس مع السلامة اشتركوا في القناة